صل وسلم وبرك عليه وعلى آله وكان صلى الله عليه وسلم عسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم من الحق تركا كان خلقه الكرآن وشيمته الغفران يوصه للإنسان ويوصه في الإحسان ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه وإذا ضي حق الله لم يكن أهد لغضبه من رآه بديهة هابا وإذا دعاه المسكين أجابا يقول العنك ولو كان مرا ولا يغمر لمسلم غشا ولا ذرا من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياب إذا سر فكأن وجهه قطعة قمر وإذا كلم الناس فكأن ما يجنون من كلامه أهلا ثمر وإذا تبسم تبسم عن مثل حب الغمام وإذا تكلم فكأن من تر يسكت ذلك الكلام وإذا تحدث فكأن المسك يخرج من فيه وإذا مر بطريق عرف من طيبه أنه قد مر فيه وإذا جلس في مجلس بقي طيبه فيه أياما وإن تغيب ويوجد من واسن طيب وإن لم يكن قد طيب وإذا مشى بين أصحابه فكأنه القمر بين النجوم الزهر وإذا أقبل ليلا فكأن الناس من نوره في أوان الزهر وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وكان يرفق باليتيم والأرملا قال بعد واصفه ما رأيت من ظلمت سودا في هلة حمرى أهسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه